اشتركوا في القناة للشباب كنا تركنا الشوط الاول ينتهي على وقع تعادل ايجابي هدف مقابل هدف هدف لتشرين في الثواني الاولى بغت المشاهدين وبغت الجمهور الحاضرين وبغتكم انتم كذلك بالتأكيد متابعين يا من كنتم تتابعون معنا شوط المباراة الاول اما من انضم الينا الان فنحن ببث حي ومباشر كالعادة لكل فعاليات كرة القدم الحلبية على وجه الخصوص والرياضة الحلبية عموما وكل ما يجري هنا على ارض حلب من فعاليات رياضية وحتى غير رياضية نكون معكم فيها دائما وابدا متابعين اصدقائنا كنا تركنا الشوط الاول من هذه المباراة قمة الجولة العاشرة من الدوري السوري للشباب تنتهي بالتعادل الايجابي واحد مقابل واحد الاتحاد وتشرين مع افضلية اتحادية واضحة في المستوى الفني والتكتيكي وحيازة الكرة وامتلاكها لم يفعل تشرين تقريبا سوى تسجيل الهدف الاول المباغت سلامات لهذا اللعب تشرين يستقط على ارضية الميدان مع الدقيقة الاولى من هذا الشوط الثاني نتمنى له السلامة باتجاه من سيسير شوط المباراة الثاني باحداثه هل هو لابناء معنى الراشد ام لتشكيلة ياسر لفاح ابراهيم شعبان وضع هذه البينية خطيرة جدا داخل منطقة الجزاء ولكنها تقطع طبل ذلك في الوقت المثالي حسن دهان حول هذه الكرة وصلت الى فاضل شوى مر من الاول فاضل لعب باس لدهان لم يصل اليه دهان معه شوى من جديد مر دهان لعب كرة الى زكريا رمضان يستلمها هذه الكرة زكريا ملعوبة خطيرة جدا هناك محمود نايف تسديد خطيرة جول حط الثاني حط الثاني يا محمود ابتأى الشوط الثاني بالجول الثاني اي بداية هذه يكوي تشرين بالنار بنفس النار التي اكتوا فيها في الشوط الأول رد الصعب عشرة صاحب الرقم عشرة محمود نايف جول 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 رديدوا حتى الصباح شاهدوا معي في الاعادة هذا الهدف ما اجمله ستشاهدون بعد حين جول محمود نايف يسجل الثاني ويبعث بالتهاني كل التهاني لمعنى الرشد وكل حاضر وقادم لمساندة التشكيل الاتحادية الشافة شاهدوا النيران والشماريخ والنار تشتعل في شوط المباراة الثاني منذ البداية جول اشعلها محمود نايف سدد كما يسدد الكبار وضعها باجمل طريقة وابهصورة امتع الناظرين وصرهم جول ثاني للاهلي اثنان محمود نايف واحمد كلو واحد لتشرين والصدارة الى حد الان اهلوية يا ايها الطيف القادم من اللازقين استلمها بكل كفاءة واقتدار تمريرة كانت بدون رقابة يدفع تشرين ثمن عدم الرقابة وعدم الضغط على حامل الكرة قلت واعدت اه يا ياس الرفاح اه كيف ستدوي هذه الجراح العميقة التي يسعى الاهلي لتعميقها مجددا بهدف ثالث ربما ينهي الامور شاهدوا الان اشتعلت اجواء المباراة رسميا اشعلها بقدمه اليمنى محمود نايف اشعلها محمود نايف شاهدوا معنا قمة الجولة العاشرة من دورينا ولا اجمل هذا الكل احلى سيناريو يبدأ به شوط المباراة الثاني على موعد نحن مع جرعة متعزة اذا هذا اكيد تابعوا فقط محمد اسعد في وسط الميدان التشريني بالاه كل الاه وصلت للشعبان تعود اهلوية من جديد استحواز تسيط بالطول وبالعرض اهلوي يقطف سماره على صعيد النتيجة الاهلي يستلم هذه الكرة زكريا ممتازة هذه التسديدة بل كانت من الدهان حسن حسن دهان كيفما جاءت يسددها باتجاه المرمى مثل ما جاءت زكريا يستلم هذه الكرة من موقف متسلل تعود ببربة حرة غير مباشرة تشرينية في المناطق الدفاعي محمد اسعد في منتصف الميدان كرة باتجاه ياسر لم تصل اليه مقطوعة تماس بيد الاسعد من جديد اتحادية على الجهة اليسرى يتركها حسن دهان لطلع برمية تماس اهلوية اثنان واحد للاهلي الرسالة التي تلقاها لاعبو الاهلي بين شوطي هذه المباراة في غرفة الملابس بلسان معنى الرشد وضح نصها تماما مع الدقيقة الاولى بالقدم اليمنى لمحمود نايف استمتعنا بهذا القول يا محمود ولا اجمل هذا الهدف هذا دائما ما نتمناه نحن الكاسب الاكبر من هذه الاهداف الجميلة محمد الاسعد ينطلب ولا اجمل واعاقة وفاول تاكتيكي واضح من الخلف احمد كالو يستحق عليها البطاقة الصفراء الاولى من نوعها صاحب الهدف الاول احمد كالو يتلقى بطاقة صفراء يشهرها في وجهه حكم المباراة السيد مازن الغايب بطاقة صفراء هي الاولى لعاقة الاتاك التشريني سيلعب هذه الكرة محمد اسعد معه على اليمين محمد ديبو هل يلعب الكرة باتجاهه لكنه فضل ان يضعها داخل منطقة الجزاء لم تجد سوى الرؤوس الاهلوية عائد من الخلف زكريا رمضان لاستلام هذه الكرة يوصل الضغط على حاملها تعود بالاضطرار بالاجبار الى الحارس مضر الخطيب يتلقى هدفين مع الحسر وطعم المرار مضر الخطيب تفرج على هذه الكرة كما تفرجت انا وانتم اعزائي متابعين كرة محمود النايف كيف التفت وسكنت شباكه غزت مرماه للمرة الثانية بعد ان كان قد افتتح التسجيل احمد كالو في شوط المباراة الاول والواضح كل الوضوح ان الاهل لا يزيح العين نهائيا عن منصة التتويج هذه السنة وان كنا لم نزل في مرحلة الذهاب ولكن المكتوب يقرأ من العنوان يا مضر بالنار تلعب يا مضر بالنار ستكتوي مرة ثالثة لو اعيدت هذه الكرة مرة اخرى عدل اهل وتسيد في شوط المباراة الاول وفرض السيطرة المطلقة على مجريات المباراة بعد ان جرت مباغتته بالهدف التشرين الاول ماذا ان تفاعل يا ياسر يا لفاح هل سيسيطر تشرين للعودة بالمباراة من جديد لنقطة البداية وقل التعادل اثنين اثنين ام ان ما يفعله الاهلي غير قابل للتكرار والاهلي بحلة البطل دائما وابدا هذا ما سترونه في قادم دقائق هذه المباراة كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا خطيرة لو سدد لكن الزاوية مقفلة والتغطية مثلية من علي الرين يلعب كرة لا تجد من يتبعها بل انها استقرت بين قفة زي الحارس محمد حسوني بانتظار اختبارات ترين المستوى الحقيقي لهذا الحارس فهو فيما يشبه الاستراحة على مدار دقائق المباراة شو يستفيد من فول فبن شو يترك الكرة ملعوبة من الشحرور دهان يمر بهذه الطريقة التي اصبحت معهودة ولكن العين لا تمال منها ولا اجمل ولا احلى ولا اروع هذا المرور دائما اللف والدوران حسن بهان يا سلام عليك دائما كلما استلم هذا اللعب الكرة نحن على موعد مع المتعة تشاهدون ما اتحدث عنه بام العين اولاد يلعب الكرة الى الامام اقرب الى محمد حسوني الخارج بدور لبيرو يتركها لتخرج يستفيد منها ويضيع معها بعض الثواني ضربة مرمى يلعبها حسوني في الدفاع الاتحادي عند علي رينا علي رينا للشحرور شحرور للخلف من جديد مقطع هذه الامامية قبل ان تصل الى حسن دهاء شحرور مرة من الاول يا سلام احمد كالو يغير اتجاه اللعب لا تزال في المناطق الاتحادية بدأ تشرين يضغط على حمل الكرة ويشكل كسافة عددية في المناطق الاتحادية ويسعد الى الامام ويلعب كرة هجومية لا يوجد لديه الان ما يخسره الخسارة باثنين واحد مثلها تماما مثل الخسارة بثلاثة واحد ولكن تشرين يسعى لتكريس مفهوم انه الهجوم الاقوى في الدوري وان اهدافه لم تأتي عن عبس في مضي الجولات ويريد ان يهز شباك محمد حسوني مرة ثانية على الاقل علي الرينة امامية باتجاه زكريا رمضان يرتقي يضعها امام حسن بهان مر ممتاز حسن ولكن لم تبقى الكرة معه وصلت تعود لدهان من جديد خطيرة جدا ولكنه استلمها من موقف متسلل هذا المهاجم الاتحادي تعود تلعب من ضربة حرة غير مباشرة تشرينية تنفذ على وجه السرعة تشرين يلعب ضد الوقت ان تعمقت جراح تشرين وخسر هذه المباراة بهدف ثالث او حتى اكثر والتشكيلة الاتحادية قادرة على اضافة المزيد من الاهداف ومضاعفة الغلة التهديفية وزيادتها فان تشرين سيعاني ويواجه منافسة حتى على الوصافة من جاره هناك ازرق اللذيقية الحوت الحطيني الذي يقبع ثالثا في جدول الترتيب الشرق هذه الجماهير تهتف وتغني بحناجر لا تهدأ ولسان حالها اه لو اصبح الفرق ست نقاط كم هو جدول الترتيب سيغدو جميلا مسافة امان يحافظ عليها الاهلي تباعد على مستوى جدول الترتيب يسعى اليه الاهلي بست نقاط يا سلام هذه الكرة العرضية من الشحرور استقرت في احضان مدر الخطر منه امامية طويلة باتجاه مهاجمه لكنها اقرب الى احمد كالو لمحمود نايف محمود قبل ان تخرج يعود بها ملعوبة هذه الكرة يا سلام لم تخرج يلحق بها على الجهة اليمنى عرضية مثالية باتجاه زكريا لكنها كانت طويلة بعض الشيء تأخر في التمركز زكريا رمضان قد نشاهد خروجه من ارضية الميدان مع تغيير الحلة التكتيكية للاهلي بوقع التقدم بهدفين مقابل هدف واحد وترجع ربما المخزون البدني لرمضان زيكو 19 من دكة البدلاء محملا تماما بتعليمات المدرب الصارمة لمجال لفقد النقاط بالنسبة لتشرين ان كان جدا في المنافسة على هذا اللقب وهو بالفعل بالتأكيد كذلك تشرين ليس اقل اطلاقا من ان ينافس على هذا اللقب المنصات تليق بتشرين خاصة في السنوات الاخيرة ان كان في دور الرجال او حتى في الفئات العمرية وابرزها هذه السنة دوري الشباب اكثر من تشكيل شابة لفتت الامتباع خطيرة جدا على اليمين دخول الى المنطقة وتدخل دفاعي مثالي في اللحظة الاخيرة تخرج الكرة رمية تماس يشير اليها الحكم المساعد لا تزال صفراء تشرينية ضغط مهول على حمل الكرة لا يجد من يمرر له لا يجد الزميل لا يكاد يرفع العين ويشاهد الملعب الا وتكون الكرة قد قطعت انتشار مثالي لابناء معنى الراشد في كل لقطة لو حللتموها لوحدها ستشاهدون ان الاهل وكأنه يلعب بثمانية عشر لاعبا او اكثر ضغط مهول على حمل الكرة وكأن الفرصة الخطيرة ممنوعة وليس فقط الهدف ياسر كردغي على تنفيذ هذه الضربة الحرة المباشرة والامل كل الامل بهدف ثاني يعيد المباراة الى نقطة البداية ويشعل المدرجات من جديد تلك المدرجات التي لم تصمت بالفترة خروج خاطئ من حسوني محمد رغم انه ابعد الكرة لكن المرمى بقي خاليا لو وجدت هذه الكرة من يتابعها لدفع سمنها محمد حسوني تبعد الى رمية تماس بدأت تشكيلة الاحمر تقبل اللعب من زملاء محمد ديبو علي اولاد حسن دهان يقف على هذه الكرة بتحكم غريب وعجيب ومطلق عند شوة صارت عند كالو خروج بالكرة مثالي حفظ للملعب عن ظهر قلب من التشكيلة الاتحادية يا سلام كرة عند زيكو رمضان تغلط المدافع وكاد يضع هذا الخطر كل الخطر لكنها بهذه الارتماء الجميلة تخرج الى رمية تماس لو اصاب الكرة بعضلة اخرى من جسمه لربما عنقت شباك حارسه مضر الخطير لأنها كانت بالملي متر باتجاه زكريا رمضان كان هذا الاخير لن يضيعها هذه المرة وكان سيضع الهدف الثالث الذي يريح الاتحاد ويبصم ربما بنسبة تسعين بالمئة او اكثر على نقاط نزال اليوم شوة اين وضعت هذه الكرة خارج ارضية الميدان من دون اي عنوان من دون ادنى تركيز شرين بدأ يحقق وجود اكبر في مناطق الاتحاد ويشكل ضغط اعلى من الشوط الثاني ان كان على حامل الكرة وحتى على مرمى الاهلي بحثا عن الهدف الثاني بالاضطرارية كل الاضطرارية لان محمود نايف بغتهم بالهدف الاول تحضير لتبديل اتحادي اول سيدخل كما نشاهد بعد حين حمزة سواس يطلق تعليمات من مدربه معن الراشد سيدخل حمزة سنشاهد مكان من فول في منتصف الميدان للاتحاد مبارد خالية من اي عقوبة ادارية تحكيمية سوى الانذار الذي تلقاه احمد كالو في الشوط الأول من الجانب الاتحادي بطبيعة الحال حمزة سواس يستعد للدخول هذا اللاعب كل المأمول منه ان يضرب تشريم برصاصة الرحمة هذا بديل ذهبي تماما حمزة سواس اتحدث عن ما سبق من جولات دائما عندما يدخل حمزة سواس ويزج به الراشد تكون رسالته هدف محتم في معظم الاحيان حسن دهان معه شوى على يساره يتأخر بالتمرير حسن وصلت للشوى تزيد خطيرة جدا ومدر يبعدها مدر قاضر مدر موجود من الزاوية تسعين بيمنه يبعدها الخطيب كانت لتكون هدفا قاتلا قاسما مدمرا للتشكيلة التشرينية وطموحاتها التكتيكية ضربة ركنية على يمينكيا مدر سيلعبها حسن دهان هذه كانت اخر كرة من مدر الشوى من فاضل عفوان شوى يودع فيها الجماهير ويخرج تحت تصفيقاتها تاركا مكانه لحمزة سواس ضربة ركنية سيلعبها حسن دهان في هذه اللحظات مرفوع من حسن على القائم الاول خطيرة جدا تبحث عن الرأسية لم تجدها اتحادية تبقى عادت لحسن من جديد عرضية مرة اخرى من الدهان وين الرأس ضع الرأس خطيرة هذه الكرة وصافرة من الحكم موقف تسلل يشير اليه الحكم مازن الغيب كرة تشرينية على اليسار خطيرة لو وصلت عودة دفاعية بسرعة قصوى من حسن دهان هذه تمررة تشرينية لأولاد يفقدها أولاد بل مررت ووصلت ومعها ضربة حرة تشرينية أشار اليها الحكم المساعد وصفرها حكم الساحة السيد مازن الغيب على يمين منطقة جزال اتحادية ستكون خطيرة جدا لو وجدت من يترجمها برأسه هذا إن لم تلعب مباشرة باتجاه مرماكة يا محمد حسون ملعوبة هذه الكرة مقوسة مباشرة بتجاه المرماكة ولكن الحضور الدفاعي موجود وضربة مرما في نهاية المطاف اصطدمت بأكثر من لعب أبعدت وأخر من لمسها كانت تشرينيا هي ضربة مرما عند صاحب الزي البنفسجي محمد حسوني لا يزال فيما يشبه إجازة إلى حد اللحظة باستثناء الهدف الذي دخل مرماه في دقيقة المباراة الأولى كرة لزكريا طويلة يضغط فيها على المدافع التشريني هذا المدافع يفقدها لمحمود نايف معه زكريا يلعب لزكريا بالفعل زكريا عرضية خطيرة جدا عند دهان يستلمها يقف عليها سيسدد دهان سدد دهان حتى في القول ولكن ضع القول الثالث يا حسن ضع القول الثالث أيها الشاطر حسن نشيد حسن تماما ممتاز يقدم مردود بذني وفني ولا أروع وجود دفاعي وكثافة هجومية واستلام أمثل وتزديد كادت أن تنهي الأمور ولكن الحظ جنبه هذه المرة والخير في القادمات بصوت المئات الحاضرة أمامكم وهذه الخناجر التي لم تهدأ ولو للحظة واحدة سلامات لهذا اللاعب التشريني على أرضية الميدان يتلقى المساعدة من محمود نيف قبل دخول الطاقم الطبي للأتمئنان على ساحته في نفس الوقت يلعب الوحدة مع الكرامة والجيش بضيافة الوثبة ودير بحما هناك في ملعب حما الصناعي الطالع يستضيفه النواعير وجبل يستضيف الحرية في اللاذقية والمجد يستضيف الشرطة في قمة الطاع في دمشق حيطين يستضيف المحافظة غدا في التوقيت ذاته كذلك الاتحاد قبل هذه المباراة أسلفت لكم سجل تسعة عشر هدفا صارت اليوم واحد وعشرين تلقى ثلاثة صارت اليوم أربعة قشرين سجل ثلاثة وعشرين قبل هذه المباراة أصبحت اليوم أربعة وعشرين تلقى هدفين أصبح متلقيا لسبعة أهداف صار الوثبة أقوى دفاع في دور الشباب بخمس أهداف في مرمه ليس إلا خطيرة جدا هذه الكرة مع المرور والرشاقة والمهارة ولكن الحضور الدفاعي في اللحظة الأخيرة يبعد هذه الكرة إلى رمية تمس مجددا تمس أخرى تشريني تمس عند إبراهيم جديد يأمر الحكم ربما بتنفيذها بالزات من مكان ما خرجت هذه الكرة تترك لديبو محمد ديبو يلعبها بيده من تسلل تلعب هذه الضربة الحرة غير المباشرة الأهلوية تحت الأهزيج الجماهيرية تزين هذه المباراة وهي أجمل ما فيها دائما وأبدا الحضور الجماهيري وهو أجمل شيء في عالم كرة القدم كرة رياضة الشعوب والسحرة المستدرة التي تستهوي عشرات الملايين على مستوى عالمنا ديبو شحرور كالو يحتفظ بكرته بين سنين كالو أمامية طويلة المستوى الفني والمهاري لهذا الشوط انخفض قليلا في أواخر الدقائق لأن الأهلي وصل إلى ما هو أهم وينتظر تحقيق المهم وهو الأتمئنان على ما تبقى من دقائق المباراة من خلال هدف سالس ينهي به الأمور رسميا وتشرين إلى حد اللحظة غير قادر على العودة بنتيجة المباراة أمام الأهلي مزيد من التفديلات قد تحقق فرق على مستوى التشكيلة التشرينية ومهارتها وفنياتها وتعود بالنتيجة لتشرين أليس كذلك يبراهيم جديد وأنت تنفذ هذه الضربة الحرة التي قد تغير مجرى المباراة فيما لوعن قد شباك الاتحاد ملعوبة من إبراهيم لكنها عند المدافع الأول تبعد لرمية تمس تشرينية لا تزال على اليمين مر من المدافع الأول ولكن لم يمر من الثاني أبعدت واصطدمت بالمهاجم التشريني قبل أن تخرج صارت ضربة مرمى عند محمد حسون تبديل تشريني بالفعل في هذه الأسناء كما تحدثت مسبقا يغادر إبراهيم شعبان أرضية الميدان في تشكيلة تشرين يترك مكانه لحسن وردة حسن وردة يدخل التشكيلة التشرينية بديلا عن إبراهيم شعبان إبراهيم جديد مرة أخرى كرة لم تصل قطعت في الدفاع الاتحادي زكريا رمضان لم تزل أهلوية والبحث عن حمزة وحيدا في المناطق الأمامية اشتراك مع الحرس ولكن الخطيب من النقطة الأعلى يمسك بهذه الكرة قبل أن يلمسها برأسه حمزة سواس مديل وحيد في تشكيلة الاتحاد حمزة سواس إلى حد الآن رضا نسبي عما يقدمه الاتحاد أقنع وأمتع وأطرب ولكن نتيجة اثنين مقابل هدف واحد لا تشعرك بالأمان والأهل بحث عن الابتعاد بالصدر بفارق نقاط ست يلزمه لذلك هدف ثالث لكي يطمئن بنسبة كبيرة جدا تقارب الحتمية محمد شحرور حسن دهان أرضي على اليسار مبعدة من الدفاع التشريني عادت من أمام حسن من جديد قبل أن تخرج مبعدة زكريا بكرة خلفية بدون عنوان كان فضل شو ترك مكانه لحمزة سواس بحثا عن الهدف الثالث بأقدام حمزة هل يفلح الأخير بتسجيله في نهاية المطاف محمد ديبو محمد ديبو إلى دخل المنطقة قصيرة تماما حسن دهان معه سواس هناك وحيدا يلعب اذكرة لحمزة استلمها حمزة رأى ماذا هو فاعل حمزة من أمام لعب وعلى جانبه لعبين دخل حمزة خطيرة جدا ولكن المدفع الأخير استخلصها في اللحظة الأخيرة عادة تشرينية من جديد عند إبراهيم جديد أمامية من إبراهيم أقرب إلى محمد حسون محمد حسوني لم تهتز شباكوه سوى أربع مرات لأنه محصن بالدفاع الأقوى في الدور السوري سواس فواضح سفره مازن الغايب حكم هذه المباراة يأخذ الاتحاد كامل الوقت علي رينا لحمزة سواس حمزة على اليسار وحيدا يلعب هذه العرضية خطيرة جدا والرأس يأتي لكنها في أحضان مضر الخطيب لم تكن بالقوة الكافية بلا الكلاسي للكالو من جديد عادت للكالو في متصف الميدان خطيرة لزكريا لم تصل إليه حسن دهان في حمزة تنترول ولا أروع من السواس سواس مر من المدفع الأول سيسدد حمزة سدد حمزة خطيرة غلطت مضر لو أنها مرت بعد استدامها بقدم المدفع ولكن نقصتها القوة يا سواس عاد بها شحرور بكل الأسرار بكل الروح لزكريا رمضان يبحث عن من يمر له هذه الكرة سيضطر للتزديد لكنه فقد الكرة قبل ذلك شحرور في استرجاع جميع الكرة يفقد هذه المرة على اليمين تشرينية عند وردة قصيرة كرة وردة البديل شحرور للدهان دهان باتجاه سواس من أمامه تبعد هذه الكرة كانت حمزة متسللاً حسب مرأة الحكم المساعد وأشار حكم الساحة السيد مازن الغاير الاتحاد يسجل اليوم انتصاره التاسع في عشر جولات لو تم له هذا الانتصار وهو أكثر من فاز في الجولات التسع الأول فاز ثماني مرات وتعادل مرة واحدة ثاني أكثر من فاز كان تشرين فاز سبع مرات وخسر مرة واحدة فيما سبق من جولات أكثر من خسر كان المجد متذيل الترتيب خسر نادي المجد سبع مرات وتعادل مرتين ولم يفز ولا مرة في هذا الدوري أقوى هجوم تشرين أصبح لديه اليوم أربعة وعشرين هدف ثاني أقوى هجوم يبقى الاتحاد بواحد وعشرين هدف باحتساب أهداف هذه المباراة أقوى دفاع كان الاتحاد ولم يزال لم يتلقى مع احتساب هدف تشرين سوى أربع أهداف حطين بسبع عشرة نقطة قبل هذه الجولة سيلقي غدا النادي المحافظة في اللاذقية لو فاز حطين سيصبح بعشرين نقطة وتشرين لو خسر اليوم سيبقى باثنتين وعشرين نقطة وتشتعل المنافسة على الوصفة بين قطبي اللاذقية خلف الاتحاد الذي يكون قد حلق بفرق ست نقاط عن تشرين برصيد ثمانية ثمان وعشرين نقطة لو تم الانتصار الأهلاوي وانتهت المباراة على ما هي عليه أو حتى زاد الأهلي غلته تادي فيه دهان كالو كلاسي قلعجي دخل قلعجي اخترق مراقب قلعجي عرضية ولكن في اللحظة الأخيرة يلتقطها مضر يلعبها أمامية طويلة الرمية التماس يتركها علي للشحرور محمد شحرور لعلي رين معه شحرور يعود إليه خرجت بالرعونة التي سيدفع الأهلي ثمنها لو بقيت كذلك يجب أن لا يفتقر لعبو الاتحاد للجدية لأن الكرة سرعا ما تصبح خطيرة لو فقدت في مكان خطير وفي مناطق الاتحاد بالزات زاد الضغط التشريني على حامل الكرة هنا ممنوع أن تفقد الكرة يذهب بها حسن دهان يلعبها عند حمزة سواس حمزة يدخل على اليسار حمزة راح حمزة داخل منطقة الجزاء عبدية بول 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 حط الثالث حط الثالث أنهاها الهدف الثالث للأهلي الهدف الثالث للأهلي بول الآن انتهت رسميا الآن فاز الأهلي بكل لغات العالم عذرا نعلم أن كرة القدم غدارة نعلم أن السيناريوهات لا نهاية لها وكرة القدم لا تؤتمن أبدا ولكن الأهلي بهذا الهدف الثالث يبرهم تماما أنه فاز وفاز وفاز يحصد نقاطا ثلاث يحقق التباعد في جدول الترتيب تباعد على مستوى الجدول ست نقاط فارق الآن أصبحت رسميا مع هذا الجول الأهلاوي الثالث صارت ثلاثة مقابل واحد ثلاثة أهداف مقابل هدف صارت العودة التشرينية أشبه بالمستحيلة بالرؤمن التبديلين الذين دخلوا أرضية الميدان سيعود تشرين من بعيد لو عاد ولكن هذا أصبح أشبه بالمستحيل لأن جرعة المعنويات الأهلوية الآن تشاهدونها وتستمعون إليها بحنجر الجماهير لن أعلق أنا فالصوت يغلب صوتي ويغطي عليه استمعوا إلى أهزيج الأهلويين وسأستمع معكم أنا كذلك ثلاثة أهداف مقابل هدف يغرد الأهل وحيدا في الصدارة عن استحطاق وجدار تشرين لم يقم بردة الفعل المثالية التي تعيده إلى أجواء اللقاء عندما كانت نتيجة هدفين مقابل هدف فكيف الآن تحت هذا الضغط الجماهيري الكبير هؤلاء الجمهور الأوسياء الذين دائما ما عودون أن يساندوا نادي الأهل إن كان في تشكيلة الرجال أو حتى الشباب والشباب عينهم على اللقب هذه السنة مفتوحة ولا تنظر إلا إلى منصة التتويج رفاق حمزة سواس وحسن دهان مناسبة للفرح كل أسبوع مباراة الأهل كل أسبوعين هنا في ملعب السابع من نيسان كل أسبوع يفوز الأهل ويمتع ويقنع ولكن في ملعب السابع من نيسان كل أسبوعين محل ضيفاً هنا على جماهيره الذين يستقبلونه بالأهزيج مسبقاً وكأن الفوز مؤمن والسؤال فقط عن النتيجة موسيقى مع تبقي خمس دقائق فقط على نهاية هذه المباراة ينهيها الأهل قبل أوانها بهدف ثالث قاسم وقاتل الطاقم الطبي يتدخل لأن لعب تشريني على أرضية الميدان نتمنى له السلامة كل السلامة بثلاثية إذن يرفع الأهل رصيده إلى 28 نقطة يجمد رصيد تشرين عند 22 نقطة خداً سنعرف فيما إذا كان حطين سيصل إلى النقطة رقم 20 أم رقم 18 أم أنه سيخسر والطليعة هل سيستمر بمنافسته إن فاز بدير بحمى أمام النوعي للعب في نفس توقيت هذه المباراة التي نعيش معكم دقائقها الثلاث الأخيرة وأهدافها الثلاث الجميلة وهدف تشرين الذي لم يكن يسر رفاح يعرف أنه هدف شرف رغم أنه في الدقيقة الأولى من زمن المباراة أراده افتتاح لكارنفال تهدي في يصعق به نتيجة الاتفاة. لكن هي تلقى بعده ثلاث أهداف والصدارة اتحادية بكل استحقاق وجدارة تبقى وتستمر في الجولة الحادية عشرة سيدخل الاتحاد الجولة الحادية عشرة متصدراً بفرق ست نقاط مرتاح أكثر من أي وقت مضى صار الوقت مناسباً لكي يتقبل الاتحاد الخسارة الأولى لأن السؤال كبر الآن على مستوى دور الشباب كل الأندية تسأل سؤالاً واحداً محورياً جوهرياً من يجيب عنه أصبح له جائزة من جميع جماهير الدور السوري مع هذا الكنترول يا سلام يا محمد يا شحرور كيف استلمها؟ ينطلق محمد شحرور على اليسار عرضية خرجت خارج الميدان السؤال الجوهري والمحوري والأكبر من يوقف الاتحاد ومن هو القادر على هزيمة الاتحاد إن كان في ملعب السابع من نيسان أو حتى خارجه أي رعب خلقه أبناء معنى الراشد في الدور السوري بالمجمل لا يخسر الاتحاد وقل ما يتعادل ونادر ما يتعادل لم يتعادل إلا مرة واحدة فقط ذاق فيها طعم التأثر وطعم الخسارة والمرارة لا يزال مجهولاً على هؤلاء الرجال فعلياً والشباب تصنيفاً رفاق حسن دهان وحمزة سواس والكالو وما أدرك لن أعدد لكي لا أنسى أحداً الجميع ولا أرواع يا سلام نستمتع نحن دائماً كل أسبوعين هنا في ستات سبع من نيسان الكاسب الأكبر والمستمتع الأبرز نحن وإياكم أصدقائي متابعي إذاعة صدى FM وصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أرجوكم إن كان هناك من ملاحظة على أي من لعبين هذه الاتحاد لم أجدها أنا أرى ما يشبه الكمال في هذا النادي قلوا لنا ملاحظتكم دائماً أسئلتنا برسمكم والإجابة عن عندكم وأنتم المتابع وأنتم الحكم في جميع الأوقات في الدقيقة 90 من زمن هذا اللقاء نلعب بانتظار كم سيحتسب الحكم من وقت بدل ضائع وفي انتظار دخول بشر شهابي الذي أصبح منذ حين مستعداً للدخول لكن اللعب لا يتوقف السنفونية لا تهدأ معنى الرشد لا يوقف العزف وأبنائه لا يتركون الكرة استحواز عجيب نادراً ما نجد مثله في كرة شابة صاعدة وعدة بشر شهابي ينتظر الدخول لكن دخوله مرهون بتوقف اللعب واللعب لا يتوقف مقطوعة تشرينية بحثاً عن هدف ثاني يقلص به الفارق نادي تشرين لم يفعل تشرين للأمانة ما يستحق عليه أكثر من هدف واحد جاء في دقيقة المباراة الأولى يا حمزة يا سواسع ليس كذلك هل من هدف رابع يا حمزة ماذا هناك يا حمزة على اليمين صارت عندك العاجي خطيرة جداً جول هذا الرابع جاء الرابع سألت عنه فأتى استفسرت عنه فكان الجواب ربعية الخيام السابع من نيسان دول رابع بالأربع الآن يتوقف اللعب ادخل يا بشر يا شهابي ستدخل وأنت تحتفل بالهدف الرابع لم يتوقف اللعب إلا بهدف رابع اتحادي ضرب بالأربع الاتحاد زيكو رمضان زكريا زكريا رمضان يختتم هذه المباراة بهدف رابع بصفة مسلى يا سلام يا سلام بشر شهابي سيحل محل عمر حياد في الوقت بدل ضائع من هذه المباراة بعد نهاية دقائقها التسعين على وقع حدف رابع سجله زيكو رمضان حاول كثيرا هذا اللعب اجتهد واستحق أن يختتم هذا المراثون من الجمال هذه السلسلة من الروعة والمتعة استمعوا إلى الجماهير فهي بالتأكيد أجمل من أي تعليق تشرين دفع بالبنت العريض ثمن التراخي وعدم الجدية في مجمل دقائق المباراة بعد أن افتتح التسجيل فيها وآثر الصمت التكتيكي لنقل أمام هذه العاصفة وهذا الإعصار الأحمر تسونامي يقوده الأهلي بحثا الآن عن هدف خامس هل يأتي ربما لكنها أبعدت وصارت ضربة زاوية سينفذها حمزة سواس إن لم يتركها لزملائه لن يتركها لأحد فالمباراة كلها انتهت بالأربعة يضرب الاتحاد نادي تشرين يكرم وفادة القادم من الاذقية البحار غرق اليوم لم يبحر ولم يصطد ولا أي سمكة حمراء هنا في ملعب السابع من نيسان ملعب السابع من نيسان يحتفل بمن حضر من جماهيره في هذه الأجواء المثالية بالأربعة يضرب الاتحاد اختتمها زكريا رمضان وكان بدأها أحمد كالو أربعة للاتحاد واحد لتشرين كل قبعات عشاق الكرة الحلبية ترفع للاتحاد الاتحاد يوصل الامتاع والإقناع ونحن سنوصل معكم نقل كل الفعاليات الرياضية التي تجري على أرض الشهباء محافظة حلب دائما سنكون معكم أصدقاء متابعي إذاعة صدى اف ام وصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك كنوا معنا في كل المناسبات الرياضية التي تجري على أرض حلب فنحن دائما معكم في الختام لكم كل تحية مني أنا محدثكم عبد العظيم سهي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة